ذكرنا بعبد العزيز بقصة رجال مع صديق الله من هذا في الرياض وذاك في تبوك وجاله في الرياض هنا وجالسه وياه وطلعه وياه يتمشون يمشيه على العقار حقه هذه المؤسسة وهذه كذا وهذه كذا المهم انبسط الرجل هذا ورجع قال امقده بيمشي ودعه قال علمني ويش استفد والملاحظات اللي شفتها علي منك استفيد يا صديق العمر قال والله انا ما شفت شي غريبة انا ما رحت وكل مؤسسة الفلانية والمحل الفلاني والمذكر الفلاني وكذا ولا شفت شي قال ما شفت شي انا شفت حق الدنيا ما حق الاخرة ما شفت اللي تقدمه قدام ما شفت يا سلام كان نعم كان نعم هذا الورثة اللي توري الورثة ما ادري كلملون العزة ولا يتقسمونه مثل ما قالوا بعبدالعزيز بعضهم يدخل الغرفة من المقبرة مباشرة هذا والله ما هذا للورثة ما شي قدمته ما شفت وريتلي شي للاخرة راح للمطار ذا ومشها وقعد يفكر مع نفسه فنالها مسجد كلفه بذلك المبلغ في الرياض ومجال مرة الثانية اتصل عليه وقال تجين لما جاءوا لهم استفتح المسجد هذا هذا هو التجارة اذا قدمت شي بتلقاه قدامك وتشوفه لكن اللي تحذف هذا ما تدري ويش يسوون الورثة من بعد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة